شكرا لك يا رولا التطورات الميدانية في أفغانستان وسيطرت حركة طالبان على مدن ونقاط استراتيجية قرب العاصمة كابل إثر اشتباكات مع القوات الحكومية استحوذت على اهتمام المنصات الرقمية وزارة الداخلية الأفغانية غردت عن الاشتباكات في ولاية تاخار الشمالية التي أوقعت أربعة عناصر من طالبان وأضافت أن من سمتهم متمردي طالبان يتوجب عليهم أن يفهموا أنهم يقفون في وجه الشعب الأفغاني محذرة إياهم من القيام بأي تحرك لأن ذلك سيثير ردة فعل ليس من القوات الحكومية فحسب بل من الشعب نفسه المتحدث باسم حركة طالبان ناد بحلم جاهد نشر سلسلة من التغريدات عن تقدم الحركة بينها هذه التغريدة التي يقول فيها أن من وصفهم بالمجاهدين سيطروا على منطقة جارمسير في منطقة هلمند جنوبي البلاد المعاون الأول للرئاسة الأفغانية أمر الله صالح انتقد على حسابه الرسمي تصريحات لقادة باكستانيين ينتمون إلى مواصفها بالدولة العميقة تنتشي بتقدم طالبان متهما باكستان بدعم فئة قليلة على حساب الشعب الأفغاني وخلافا لكل هذه الاتهامات الموجهة لباكستان لدعمها طالبان برز هاشتاك باكستان تقف مع الشعب الأفغاني على المنصات تناغما مع تصريحات رسمية تتمنى حلول السلام والتآخي في أفغانستان بين أبناء الشعب الواحد كما نرى في هذه التغريدة اليوم للحساب الرسمي للرئيس الباكستاني المحلل السياسي وحيد فقيري يعتبر أن حركة طالبان تتنافس على الدخول إلى حكومة وهذا يبدو جليا من خلال تحركها تجاه إيران وروسيا وطمئنتها للصين وسيطرتها على الموانئ لكنه في نفس الوقت يحث طالبان على إصدار بيان يطمئن أهالي المدن الكبرى التي سيطرت عليها ختاما مع الأكاديمي أشوك سوين الذي يعتبر أن الصين هي المستفيد الأكبر من سيطرة طالبان على أفغانستان بعد باكستان مضيفا أن دعم الحركة للمسلمين في الصين ما هو إلا وهم في حين تبقى حاجتها الماسة إلى طريق الحرير الجديد الحقيقة والواقع بحسب قوله شكرا لمتابعة هذه الفقرة ونعود الآن إلى رولاه لاستكمال بقية مخطات الأخيرة